وعندنا مثال عملي أخير ما كناش خدناه برضو فتعالا نبدأ من حيث انتهينا المرة اللي فاتت اللي هو Pivot Table Tips and Tricks هم في الواقع أربع حاجات أو Actually 3 حاجات بس إن احنا حاجة اسمها drill down option وأعتقد يعني سهلة وبسيطة وممكن تبعيس كتير عارفها وثاني حاجة feed list sort and search وآخر حاجة show and hide buttons مفيش أكتر من التابل ده اللي أنا حطه قدامك علشان بحاول أشرح شوية ما أصدق بكل واحدة من دول drill down option باختصار إنت لو عايز تعرف تفاصيل أي رقم طالع لك في Pivot Table لو مثلاً إنت بتعمل زي ما كنا عمالنا المرة اللي فات مثلاً تقارير المبيعات وتقارير المبيعات ده عملينه طلع منه سمري بيقول مثلاً مبيعات مدينة معينة وإنت طالعك رقم إجمالي وأنت ما انتش يعني متأكد من رقم أو عايز تتأكد منه أو عايز تراجع عليه ففيه طريقة أن انت تجيب كل المكونات بتاعة الرقم ده من داخل ال Pivot Table بشكل سريع جداً هنشوفها مع بعض الحاجة الثانية الفيل لست اللي هي البوكس اللي كان بيطلع فيه أسامي الفيلز عشان أكون الريبورت بتاعي فيه option إنك إما تعمله سورت أو إنك تسيرش جواه وطبعاً ده في حالة إن انت عامل Pivot Table كبير مليان كولومز فهيبقى إيه صعب عليك إنك تبعد تسكرول داون وأب فمتدي لك حاجة تسيرش بيها وتسهل عليك الدنيا الحاجة الأخيرة أو الحاجة قبل الأخيرة الزراير اللي موجودة في Pivot Table وساعات برضو بتكون مزعجة للناس خصوصاً لو إنت يعني إيه عايز تطبع أو إنت عايز تحطه في Powerpoint تاخد copy على Powerpoint أو عايز تديل حد يشتغل بيه لكن مش عايزه يغير Layout بتاعك ففيه زراير كاتب على شمال Fields أو موجودة في Top بتاع الReport فيه طريقة إنك تخفيها فهيدي برضو تخلي Layout بتاعك شكله أحسن لو للطباعة أو للاستخدام من أي حد من الزملاء والحاجة الأخيرة Pivot Table بيعمل AutoFit للكولوم ويت لما بتعمل Update وده سعب يكون مزعج برضو إنت مزبط Layout معين Printing معين تيجي تعمل Update للPivot Table تلاقي اللي بتاعك ده تغير ففيه طريقة إنك إيه تطفي الOption ده وتشتغل بشكل يدوي تصبيت الكولوم ويت فطبعا إيه برضو تسهل عليك وتعا نبدأ من الأول ده Data متشابهة جدا مع Data اللي احنا كنا اشتغلنا بيها المرات اللي فاتت مبيعات وآآ أسامي المنتجات بس المراضي فيه category للمنتج يعني مش بس اسمه كمان عاملين categorization للمنتجات والQuantity والSales وفي discount وفي NetSales فتعالا نشوف مثلا ده Pivot Table مبني على الData ده التابل اللي اسمها drill down فحتلاقي quarter report بالcategory ويأسامي المنتجات زي ما انت شايف ده مبيعات اهو كل ربع وهنا ده الكategory وهنا ده آآ أسامي كل منتج تحت كل category وليكن مثلا احنا بنبص على آآ الroad bikes الكategory اسمه bikes مبيعات تخطبلك احنا كنت شغلين في شركة بيات درجات ففيه الكategory اسمه bikes وفيه عندك حاجة اسمها road bikes وعندك ادي المبيعات الربع السنوية وليكن مثلا الربع الرابع عامل اربعة وتمانين الف وإحنا حاسين ده رقم يعني مش ايه مش فاهمينه او عايزين نشوف التفاصيل بتاعته بمجرد ما تعمل double click على السل دي هتلاقي زي ما انت شايف كده فتح لك آآ شيت جديدة ويندو جديدة خالص ويجاب لك drill down او تفاصيل كل حاجة متعلقة بالموضوع ده جيم name الرقم اللي حضرتك آآ شايفه في ال report ولو بصيت هتلاقي مفيش product name غير road bike ومفيش category غير البايكس ودي التاريخ برضو طبعا الربع الاخير بس اللي هو quarter four اكتوبر نوفمبر ديسمبر ده اللي selection انت كنت مختار منه او عام ايه double click وادي بقى ايه اه اه transactions كلها ادي رقم البيع quantity ومبلغ البيع والdiscount ويقصافي البيع وتقدر بقى ايه تفحص كل رقم فيهم وتشوف لو انت عندك فيها مشاكل او ايه حاجة فدي كانت حاجة سريعة كده عشان تقدر تشوف الموضوع الايه الموضوع ال report drill down طيب تعال نروح على ال option التاني او على ال tip التانية متعلقة بالقصة دي بقصة ال pivot table اللي اسمها field search and sort دي شيط فضية انا عايز اعمل فيها pivot table فمفيش مشكلة هروح على insert وهروح اقول له لو سمحت انا عايز pivot table وحيطب مني انت حرك عايزه من range انت عايز تعمل فيه pivot table فمفيش مشكلة من السهم ده هدوس عليه وهروح على ال data ال data كلها موجودة في شيت واحد وممكن اختار اي cell جوه ال data set بتاعتي وبعد اعمل control a فهيختارها بالكامل انت لو يعني لقيت كده بعد ال control انا عملتها دي هتلاقي هو مختار ال data بشكل مزبوط لان طبعا ال data دي مزبوطة بزي ما كنا بنقول proper data set ال columns كاملة مفيش حاجة موجودة على يمين او شمال table او فوقي او تحتيه اللي تكون لازق فيه يعني ومعنديش blanks في النص فراح اختارها بشكل هايل ومافيش مشكلة هقول له عايز الكلام ده في existing worksheet هو لوحده عشان كنت واقف هناك في ال sheet اللي اسمها field list sort and search فعارف على طول ان انا عايز اعملها هناك فهدوس على okay وعمل لي ال pivot table ازي ما انت شايف ده ال field list هنا هتلاقي زرار صغير يعني box صغير ومكتوب عليه فيه علامة العدسة دي معناها search فانت ممكن هنا تسيرش على طول فمسلا انا عايز ابدأ وانا بتكون ال report احط ال quantity فلو دوست على q هاجب لي كل اللي بيبدأ بالq فمسلا هاختار quantity وحطه فيه value وممكن ااخد مثلا quarters وحطه في ال columns اممم كمان ممكن اعمل search خد بالك هو اعمل sort ااسف هو default انها مترتبة حسب ال data الاصلية يعني هنا بدأ بالdate ومنتهي بال بال years مثلا لو روحت على ال data الاصلية هتفعلا بدأ بالdates والغاية net sales بعد كده year والmonth ده ال grouping اللي اتعمل بشكل تلقائي لما عملنا pay for the table وكنا تكلمنا عنه المرة اللي فاتت لو انت عايز تغير الترتيب ده ممكن تعمله sort alphabetical فممكن هنا sort a to z او sort in data source order فمسلا انا هقول sort a to z فكده جايلك الترتيب alphabetical ممكن نكبر عشان يتبان احسن ده report زي ما انت شايف احنا احنا عاملينه وعملينه layout كويس وممكن نطبعه ما هو الا pivot table برضو ممكن نطبعه او ممكن نبعته لحد نحطه على powerpoint او pdf او اي حاجة فانا مش عايز الزراير دي تظهر اللي هي بقدر اكسباند الكاتيجري وcollapse الكاتيجري منها كمان هنا في filter buttons دي انا برضو مش عايزها تظهر يمكن برضو مش عايز اما بعته لحد يقعد يقلب دي كده انا عايز بس يشوف report زي ما هو فعشان اعمل كده هعمل ايه؟ هروح على pivot table analyze وفوق على اليمين هتلاقي حاجة اسمها show شايف ازاي الحتة اسمه الشو ده فممكن من هنا plus and minus buttons دي لو دست عليها هي by default ظهرة لو دست عليها هتلاقيها خلاص اختفت وfield headers برضو لو دست عليها هتلاقيها اختفت فreport كده بقى شكله ممكن يبقى احسن في الطباعة او لو بعدتوا لحد او لو حطيتوا على powerpoint او حاجة زي كده فدي برضو حاجة لان ساعات الناس بيبقى متضايقة من layout بتاع pivot table عشان كده بيشتغلش به فدي برضو حاجة ممكن تساعدك انك تطلع layout شكله افضل شوية الحاجة الاخيرة auto fit column width ده نفس ال report تعال برضو نكبر الدنيا شوية ده تقريبا نفس ال report وهو هو بس انا موسع يعني جيت اخترت كده ال columns واتحكمت في الوسع بتاعها عشان عايزوا يبقى مثلا واخد الصفحة مثلا لانسكيب او حاجة زي كتب وبعدين جيت عملت refresh هتلاقي هو الواحده بيرجعك على الوضع ال default ده مش default هو بيزبط الوسع بتاع ال column حسب ال detail الموجودة بشكل اوتوماتيك لو انت عايز تلغي الموضوع ده عشان انت مزبط layout معين هتروح على pivot table analyze الحتة اللي على الشمال اللي فيها pivot table name تحتية حاجة اسمها options لو اخترتها هتلاقيها اسمها layout and format وهتلاقيها اسمها autofit column width on update تمام فمسلا فقادي من layout ده pivot table options حاجة اسمها layout and format حاجة اسمها autofit column width on update تعمل لها بس uncheck وبعد كده تنزل تحت وتقول له اوكي خلاص انت كده في الحالة دي لو عملت اي refresh بتاعي نرجع نواسع تاني الواسع تاع ال column زي ما احنا عايزين كده كبير قوي وليكن كده مثلا واعمل right click وقول له refresh مش هيحصل اي تغيير ولو عملت اي تعديل في ال data هيفضل بس طبعا لازم تاخد بالك لانه لو دي تكبرت قوي هتبقى مش ظهرة ولازم انت اي تزبطها بشكل اي يدوي فدول كانوا كده اي اربعة tape centric سراع عشان كنا عايزين نقفل بيهم موضوع pivot table نبقى تقريبا كده خدناه بشكل مكسف وخدنا كل الابعاد الضورية او المهمة اللي موجودة فيه